بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله اللهم هنسألك علم النافع عن عمل المتقبلا ورزقا طيبا درس اليوم درس خاص به المودلينج هيكون تطبيق والاسم هو الريسيركولر الرئي أو سيركولر باترن الكلام ده بنشوفه ممكن في الاسبيكر أو ممكن نشوفه في بعض الميكانيكال وبعض الأجزاء الميكانيكية أو في بعض التروس فهنبدأ ده كده نفس الشكل فخلينا نذهب إلى Design Collection بعد كده ممكن نذهب إلى Add ونضيف هنبدأ طبعا بسيركولر كالعادة هنا البرتكس هتكون 12 Radius ممكن نقول 0.1 و Extrude Scale هكذا ممكن 0.9 نختار الكل Shift ده في Y بعد كده طبعا ممكن نقول ان الري يكون فيه offset ان ده ستتحرك هكذا وهي المكان يكون هنا ولكن احنا بعد كده نضيف الميرور فالأفضل يكون كل الخط ده على استقامة واحدة طيب هنختار بيفت بوينت تكون 3D Cursor بعد كده نضغط Shift D ونختارين R و زي 60 و Shift R طبعا فيه احنا مش ماشيين على شوائي ولكن نحن ماشيين على حسب إذا اول كده نضيف ممكن هنا بعد كده ستة هنا بعد كده اتناشر هنا فلما يقول تلتون ستين درجة اللي هي دورة كاملة او دايرة كاملة تلتون ستين على ستة فستين بعد كده يبقى اتناشر خلنا نختار دايرة هذي شفت دي في الواي هكذا و اتناشر بقى عندنا الزاوية او الروتيشن طبعا نتأكد ان البيفت بوينت هنا في السنتر و ستريدي كريسر يبقى تلتون ستين مقسم على اتناشر يبقى تلتون ستين يبقى شفت دي ار زي تلتين نضغط شفت ار حتى نصل الى هذه النقطة بعد كده عندنا عشرين شفت دي في الواي هكذا تلتون ستين مقسم على عشرين يبقى خمس خمستاشر بعد كده نختار شفت دي ار زد تلتون ستين اسم على عشرين في الواي و نضغط شفت ار حتى نكرر اخر امر حتى نصل الى هذه النقطة بعد ذلك ايضا نختار شفت دي وي كلام سليم هذه المرة عشرين بقى شفت دي ار زد تلتون ستين مقسم على عشرين بقى خمستاشر خمستاشر ونكرر اخر امر شفت دي في اتجاه الواي هذه المرة العدد اتنين وتلاتين شفت دي احضر لكم نتوقف الى هذه النقطة شفت دي ار زي المرة دي اتنين وتلاتين يبقى تلتون ستين مقسم على اتنين وتلاتين يبقى تلتون ستين يبقى الزاوية حضاشر و بوينت تو فايف طيب قبل ما نشتغل على اي شيء ونبنى نملى الفراغات فلنفترض اننا ممكن نعمل حاجة بسيطة بالفيرتكس جروب نقول ان هذا اول صف فنضغط نقول ده رو 1 صف الاول ونختار الصف الثاني رو 2 الصين ونختار الصف الثالث رو 3 الصين ونختار الصف الثالث ctrl L نضيف رو 4 الصين نختار نختار هذا الجزء ctrl L رو رو 5 ونختار الصين ونختار رو 6 الصين صف الصف ونختار صف على المسافة ونختار ذات الصف ونختار نختار ده شفت دي وموف تو باك اوب ونخفي هذا الجزء زي انا قلت جزء في النص ده كده متسنتر فممكن نستخدم دلوقتي الميرور مودفاير نحذف هذا الجزء نحذف هذا الجزء اللي بالاسفل select faces ممكن بعد نضيف دلوقتي ميرور في اتجاه ال x y y دلوقتي نملك الفراغات مبين الهولز فالموضوع سهل ان شاء الله ممكن نستلك بعض الوقت ولكن نضع سهل هكذا fill 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 bridge edge loop اه اه حامل باقفة الفيديو حتى ان تانين ملء جاميع الفراغات نظن بعد 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 دقائق تم انشاء و تم ملء جاميع الفراغات ما احنا قلنا انه ممكن في اي وقت ممكن نعمل scale بناء scale inner او scale out من اهل المسافات ولكن هذا الجزء ممكن نعمل scale outer scale to scale inner ولكن ان ده كده المدر عندنا فممكن نعمل ممكن نحتاج هذا الجزء بعد كده هناك نقطة ان طبعا ده كده يعتبر asset او template ممكن نستورده في اي ورلشت بعد كده ولكن طبعا احنا لسه طيب تمام ممكن ولكن احتاجنا في speaker هذا الجزء فقط فنعمل import ونحذف الباقي ولكن احتاجنا في جزء مكانك ولكن هذا الجزء فقط فنعمل import بدلا نعمل model ده يعتبر template او asset ممكن نستخدمه بعد كده في اي project فنعمل apply to mirror modifier بعد كده نختار ال edge الخرجية extrude scale و لدينا loop tool ممكن نضغط space و circle ممكن نعمل scale up و scale down على حسب ال project و طبعا دلوقتي ممكن اننا نضيف subdivision surface ممكن نضيف subdivision surface ده و السبب اننا نضيف ال container loop عشان ال subdued surface فنحدد ال edge هكذا طيب و لدينا اتنين و ممكن بعد كده نضيف solidify و ليكن مثلا 0.05 و كذا و ده smooth و هنا ممكن نختار في normal shade smooth ممكن نضيف ممكن نضيف ثالث one ده كده ببساطة زي ننش ال circular holes ماما